يا كل تائق إلى حر البيان المعجب تعال واجلس معنا على ضفاف الأدب وادن لكي تسمعنا نشد بكل مطرب تعال واجلس معنا على ضفاف الأدب وادن لكي تسمعنا نشد بكل مطرب فقد مخضنا لك ما حوت بطون الكتب فهاكه فإنه زبدة قول العرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول سليمة ما لجسمك شاحبا كأنك يحميك الشراب طبيب فقلت ولم أعي الجواب لقولها وللدهر في صم السلام نصيب تتابع أحداث تخرمن إخوتي وشيبن رأسي والخطوب تشيب لعمري لإن كانت أصابت مصيبة أخي والمنايا للرجال شعوب لقد عجمت مني الحوادث ماجدا عروفا لريب الدهر حين يريب وقد كان أما حلمه فمروح علينا وأما جهله فعزيبوا فتى الحرب إن حاربت كان سمامها وفي السلم مفضال اليدين وهوبوا هوت أمه ماذا تضمن قبره من الجود والمعروف حين يثيبوا جموع خلال الخير من كل جانب إذا جاء جياء بهن ذهوب فتى لا يبالي أن يكون بجسمه إذا نال خلات الكرام شحوب أهلا وسهلا بكم في برنامجكم على ضفاف الأدب برنامج نستضيف فيه معكم وإياكم ونسامر معا الأستاذ الأديب الشاعر أكمل الأستاذ ناصرا الحربي مرحبا بك يا أخانا وأستاذنا هياك الله أخي الكريم مرحب بك ولن أمدح وبين الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات أخشى أن يكون ربا لأنه من نوع واحد كلام بكلام كلام بكلام لكن أنت تفضلت وسأمسك حسنا هناك أبيات للطائي إذا أطلق الطائي فيقصد به حاتم نعم هو ليس حاتم ولكنه ليس حاتما نعم منعني نعم لا يكون حبيب ابن أوس لا لا هو ليس حبيب ابن أوس ليس هو اعتدنا في البرنامج في كثير من ما نختاره لا نأتي بالأسماء لأن المهم المحتوى أحسنت والأسماء يعني ليست مقدمة وفي حماسة أبي تمام لما ذكر لكن على الأقل نريد العصر الذي عاش فيه لأننا كان شرطنا تقريبا لسنا نحافظ عليه دائما أن يكون من العصور الأولى التي كانت أقرب إلى صحيح اللغة وصحيح البيعات نحن نثق في أبي تمام طبعا فقد اختار هذين البيتين حماسته كلها مختارة نعم وهناك إجماع طبعا وقبول لهذه الحماسة صحيح والمفسرون أحيانا يقولون وقال الحماسي دون أن يذكر اسم الشاعر نسبة إلى أنه ورد في الحماسة وهذا يكفي صحيح صحيح ولذلك من يتعاطى الأدب من يتعاطى الأدب فرض عين عليه أن يكون من مطالعاته في حماسة أبي تمام ومما أحسن الله سبحانه وتعالى به إلينا نحن الرعيل السابق الذي كانت النصوص الأدبية في مقررات الدراسة كثير من المختارات كانت من الحماسة صحيح يعني ومما حفظناه في مرحلة الطلب في الابتدائي والمتوسط والثانوي صحيح كثير من المختارات التي في المنهج كانت من الحماسة صحيح إن المرء لم يدنس من اللؤم عرضه كثير يعني إذا تذكرت ما درسته في سابق العهد أيام كانت النصوص الأدبية يصل الكتاب إلى سمينة نعم إلى ثلاثمائة صفحة وتزيد وتقل أجل وكان المنهج كله حفظ صحيح فكانت المختارات من الحماسة أحسن إلينا جزاهم الله عنا خيرا إحسانا كبيرا ونحن الآن نحث الناس نعم وما زلت أذكر أنني حفظت قصيدة مالك بن الريب نعم علما بأنها كانت دراسة ولم تكن مقررة حفظها كانت الصف الثاني المتوسط أجل المتوسط أو لا في الصف الثاني المتوسط أذكرها التي يقول فيها ألا ليت شعري أنا لا ليت شعري نرجعها عندما نتحدث عن الوطن إنها شهية سنتحدث يوما عن الوطن لا أستطيع أن أمسك نفسي عن إلقائها لكن سأحاول نعم الله المستعى أنت الآن جعلتنا نكشف أوراقنا لا حرج في ذلك فالطائي ذكر أنه من بولان وأنا تعمت أن لا أذكره لكن إلا أن تسحب لساني وقال الطائي حبيب وقال رجل من بني بولان وذكر هذين البيتين نحن حبسنا بني جديلة في نار من الحرب جحمة الضرم نستوقد النبل بالحضيض ونصطاد نفوسا بنت على الكرم بنت على الكرم أيضا يصف عدوه بالكرم بمفهومه الشامل ذكرنا فيما مضى أن الكرم هو اسم جامع لكل الخصال الحميدة ويخص ليكون البذل والندى فإذا قلت الكرم بمفهومه الشامل يقابله اللؤم وإذا قلت الكرم بمفهومه الخاص يقابله البخل فهو يقول ونصطاد نفوسا بنت على الكرم بمفهومه الواسع الشامل بنت أي بنيت أي بنيت وهذه لغة طي ولذلك يقولنا الطائي لأن هذه لغتهم العرب يقولون بنيت والطائيون يقولون بنت هل نقول طي أو طي بعضهم يقول طي 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 نعم حسنا نستوقد نستوقد النبلة بالحضيض ونصطاد نفوسا بنت على الكرم في قوله نستوقد إذا تأمنا في البيت والمعاني التي نستخرجها من كلمة نستوقد نجد شدة الرماه وقوة سواعدهم لأنك إذا تأمنت نستوقد حتى نفهم المعنى يرمي الرام بالسهم فيصطاد الرمية ويصطاد الكريم ثم يخترق جسمه ويذهب بعيدا فيصطك بالأحجار فينقضح الشرار وهذا فيه إشارة لقوة سواعد الرما هذه واحدة والثانية لجودة النبل والثالثة أن قوة الرمي تصل إلى درجة أنها تخترق الأجسام وتستمر قوية حتى تصل إلى الأحجار فتنقضح منها النار فينقضح الشرار وأذكرني هذا بيتا للمتنبي يقول فيه تنقضح النار من مضاربها وصب ماء الرقاب يخمدها الله فهو يقول الآن البطل الذي يمدحه يقول يضرب خصمه ضربة قوية بحيث أنه ينزل السيف حتى يصطدم بالأحجار فتشتعل النار ثم لما يهوي القتيل يصب دمه على النار فتنقضح نعم تنقضح النار من مضاربها وصب ماء الرقاب يخمدها وهذه صورة يعني ربما المتنبي كما تعلم فارس طبعا وهذه الصورة قد تكون مشاهدة أو قد تكون متخيلة مما يعني قالته العرب في حروبها وهي أمور مشاهدة الشرار ينقضح هنا وهناك حسن وقد يكون أصل المعنى ربما أخذه المتنبي من هذا الطائم ربما نعم فالمتنبي معروف بأنه يعني يمر على الأبيات الجاهلية مثلا والأموية والإسلامية صحيح فيأتي منها بفكرة أصلها موجود صحيح سبقه ولكنه يضع عليها ميسمة نعم ولذلك بعض النقاد يقول لا يصح أن يوصف بالشاعر إلا ابن الرومي لأنه صاحب ابتكارات وتجديد في المعاني يأتي بالمعاني لم تسبق أحسنت على طرف لساني أبيات لعنترة أظن أن المتنبي أقطع بأن المتنبي قرعها أو هو بيت عندما قال أبدى نواجده لغير تبسمي في معلقته هي نعم ما الشطر الأول نسيته أو أنسيته إذا رأيت نيوب الليث ذاك أنا المتنبي يقول إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم فلا تظنن أن الليث يبتسم طبعا يقرأ خطى هذا البيت فلا تظن هو مؤكد الآن لا تظنن من يحفظه خطعا يقول فلا تظن بأن الليث يبتسم والصهاب فلا تظن فلا تظنن وإن قلنا فلا تظن بأن الليث أيضا جازا نعم فلا تظنن أن الليث يبتسم صحيح حسنا إذن هذه ليست سرقة كما يقولون سرقات المتنبي طبعا يفيد بعضهم من بعض من يتكلم في السرقات يقول إذا أخذ المعنى وزاد عليه فهو أحق به الله يعني أنت الآن تأخذ فكرة سبقت إليها فإذا حسنت فيها وأضفت إليها كنت أولى بها أجل هكذا قالوا أحسنت والمعاني كما قال الجاحض مشاعة مشاعة ومطروحة في الطريق مطروحة في الطرقات وتدور في أذهان العربي والعجم أحسنت ولكن الذي يخرجها صاحب التصوير بألفاظ منتقاه بها الرونق والماء وكذا هو الذي يكون أحق بها أجل النبع هو نبات يصنع منه يصنع منه القسين النبع له معاني عدة وأنت أذكرتني الآن بهذا بيات زفر التي يقول فيها وكنا حسبنا كل بيضاء شحمة ليالي قارعنا جذام وحمير فلما قرعنا النبع بالنبع بعضه ببعض أبت عيدانه أن تكسر فالنبع نبع الماء وهو الذي يرد كثيرا عند الناس ومن معاني النبع الشجر الصلب العيدان التي تصنع منه القسي وتصنع منه الرماح ولذلك إذا قالوا هذا شجر النبع ويستخدمونه في الأصل الطيب ولذلك هو الآن لما قال فلما قرعنا النبع بالنبع بعضه ببعض أبت عيدانه أن تكسر يقصد أننا من نبع طيب وخصومنا أيضا من نبع طيب وفي قوله وكنا حسبنا كل بيضاء شحمة يقول كنا نظن أن جذام وحمير كالقبائل التي قابلناها وكان سهلا علينا القضاء عليها إذن هذه من المنصفات أيضا نعم جميل ثم تكلم عن تغلب قال ولما لقينا عصبة تغلبية يقودون جردا للمنية ضمر سقيناهم كأسا سقونا بمثلها ولكنهم كانوا على الموت أصبرا فهنا يتكلم أن أننا شربنا منهم يعني سقونا وسقيناهم ولكننا انتصرنا عليهم هم كانوا أصبر على الموت على اعتبار أنهم قتل منهم أكثر منا وبشامة يقول ولا تراهم وإن جلت مصيبتهم مع البكات على من مات يبكون لعظيم المصاب واعتيادهم عليها فإنهم يصبرون فراك تنظر في الساعة لا بأس على وشك سأذكر بيتين فقط لقطري وقطري مشهور بالشجاعة يقول يا أيها الباغي النزال تقرب أساقك بالموت الذعافة المقشبة وما في تساقي وما في تساقي الموت في الحرب سبة على شاربيه فاسقني منه واشرب فهو يقول والأبطال يحبون أن يقتلوا في ميادين المعارك ولذلك عمر بن الطفيل ملاعب الأسنة لما مات في بيت البغي تألم ألما شديدا لأنه أصابته قرحة ثم قال أموت هذه الميتة فكان يتألم لأنه سيموت حد فأم فيه حسنا يبدو أن الوقت انتهى ولا أقول أزف الله مستعف أرسل إلي أحد الأصدقاء يقول إن العربية صارت غريبة وإن من يسمعكم وأنتم تتحدثون بها يشعر بمدى غربتها فقلت له ليست هي الآن كما كانت في غربتها أيام الفيروز أبادي صاحب القاموس المتوفى سنة سبع عشرة وثمانيمائة إذ قال كلاما محزنا يودع به العربية ظنا أنها مولية فقال لا يشنأ هذه اللغة الشريفة إلا من اهتاف بقلبه ريح الشقاء ما أجدر هذا اللسان وهو حبيب النفس ما أجدر هذا اللسان وهو معشوق النفس وحبيب الطبع وسمير ضمير الجمع وقد وقف على ثنية الوداع وهم قبلي مزنه بالإقلاع بأن يعتنق ضما والتزاما كالأحبة ساعة التوديع ويكرم بنقل الخطوات على آثاره حالة التشيع أوصيكم أحبة خيرا بعربيتكم وبأدب عربيتكم وإذا أردتم أن تستمتعوا وتسمعوا إلى من يذكركم بها وبأجمل ما قالت العرب من كلام عال وشعر منتخب فتعالوا إليها وإلينا فستجدوننا على ضفاف الأدب نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله على مائدة البيان مائدة شهية الألفاظ والمعان فإنه سبحانه امتن على الإنسان بأنه علمه طرائق البيان فأشبعوا قلوبكم من لغة القرآن أشبعوا قلوبكم من لغة القرآن ترجمة نانسي قنقر